السلام عليكم ورحمة الله أحدنا قد يخرج مع أبنائه في نزهة لساعتين ليروح عنهم ويقوي علاقته بهم فتصبر معنا نصف ساعة لتعرف ما يخطط لأبنائك هؤلاء قبل أن تصبح علاقتك بهم جزءا من الماضي أنا لست معنيا أبدا إخواني بالحديث عن شخصيات غربية لمجرد الثقافة العامة بل لأن لهم تأثيرا خطيرا على بيوتنا ويمكننا بإذن الله صد هذا التأثير وأول خطوة هي الوعي في الحلقة الماضية تكلمنا عن شخصية أمريكية ومنظمتها ويمكن كثير من المتابعين كان يظن في البداية أن الموضوع لا يعنيه لكن لما نشرنا بعدها استبيانا لتقييم مدى الاستفادة من الحلقة اختار سبع وتسعيم بالمئة أن الحلقة مفيدة جدا وعتهم على حقائق في غاية الأهمية في وقت قصير نسبيا وجاءت تعليقات كثيرة جدا عن الصدمة بالمعلومات وضرورة تعميمها لمسلمين العالم وترجمتها لمختلف اللغات والذي سنتكلم عنه اليوم هناك منظمات أمريكية توجه رسالة للآباء في العالم أن يا آباء نحن اكتوينا بنار هذا الشخص ومؤسسته فاحذروا واحموا أبناءكم منهم قبل أن يصيبكم ما أصابنا وللعلم فالعالم أصلا يكتوي حاليا بنار هذا الشخص فله إسهام كبير في حالة الفوضى الأخلاقية التي يعيشها معظم العالم اليوم والتي يتم توظيفها من قبل النظام الدولي لاستعباد الشعوب حتى وصف هذا الشخص بأنه أحد ثلاثة أقطاب شكلت العالم بشكله الجديد ومع ذلك فقبل سنوات حصل حدث مهم يمكن أفكار هذا الشخص الخطير من الوصول إلى أبنائنا وتدمير الحصن الأخير للمسلمين ألا وهو حصن الأسرة حلقتنا اليوم توطيك فكرة قوية عن كيف يتم التلاعب بالشعوب وتشكيل توجهاتها قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تعالى معنا نعرف ملامح هذا الخطر لنحذر منه ونحذر مستعينين بالله تعالى شخصية قصتنا اليوم هو عالم الأحياء الأمريكي ألفريد كينزي أستاذ علم الحشرات وعلم الحيوان كنا أشرنا إليه سريعا في الحلقة الماضية حين تكلمنا عن مارغيرت سانجر ومؤسسة بلانت بيرنفود التي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على نشر السعار الجنسي في الأطفال منذ نعومة أطفالهم وأن هذه الأجندة تستهدف العالم الإسلامي ومناهج التدريس بقوة وبقي السؤال العالق لصالح من ينتهك عالم الطفولة وتفرض أجندات الشذوذ والتحول الجنسي ويشرعن الزنا في الأطفال واليافعين مع تجريم الزواج الحلال من المستفيد من هذا كله؟ طرف الخيط في إجابة أسئلتنا هذه هو في التعرف على قصة كنزي مرت المجتمعات الغربية في بدايات القرن الماضي بحالة من تقديس العلم التجريبي كبديل عن الدين الذي ثارت عليه بحيث أن أي شيء يأتي إليها مختومًا بختم العلم فإنه لا بد من تصديقه حتى وإن كان علما زائفًا يصادم العقل والفطرة في هذا التوقيت جاء كنزي ليعمل أبحاثًا في مجال الجنس وألف كتابه الأشهر السلوك الجنسي في الإنسان الذكر وذلك عام الف وتسعمائة وثمانية واربين ونشر بعده كتابًا شبيهًا عن السلوك الجنسي في الإنسانة الأنتى في كتابيه هذين نشر كنزي أبحاثًا ادعى أنه قام بها وبنى عليها تحطيم أخلاقٍ فطرية اتفقت عليها البشرية لم يتصور أحدٌ أنها ستصبح محل تساؤلٍ في يومٍ من الأيام فادعى كنزي أن الطفل يولد شهوانيًا ولا يتضرر بزن المحارم ولا بممارسة الجنس مع البالغين بل عادةً يستفيد من ذلك وأنه حتى الأطفال الربع يشعرون بالنشوة الجنسية وأنه لا مشكلة في ممارسة الجنس مع الحيوانات وادعى أن أبحاثه تثبت أن السلوك المثلي سلوك بيولوجي عادي وباختصار ادعى أنه ليس في عالم الجنس شيء اسمه يعني غير عادي بل كله عادي ومقبول ولا داعي للتحرّج منه باختصار روّج كنزي لكل السفالات الأخلاقية وزعم أنه برهن عليها بالعلم تعالوا نتناول عينةً من العلم الذي برهن به كنزي نظريته فلسفة التعليم الجنس الشامل أن الجنس ليس له سن معين وأنه من حقوق الأطفال والتي تروج لها لبلانت بيرنت فدو الأمم المتحدة كما رأينا في الحلقة الماضية هذه الفلسفة قائمة على أبحاث كنزي كيف أثبت كنزي هذا مثلاً؟ من خلال الدراسة التي يعرض كنزي نتائجها في الجدول 34 من كتابه الدراسة التي أشرف عليها هذا الحقير وسامحوني على التعبير لكن هذا أقل ما ينقال فيه الدراسة التي أشرف عليها هي ممارسة الفواحش مع رضع وأطفال ذكور من سن خمس شهور إلى 14 سنة لمدة 24 ساعة ورصد عدد مرات النشوة الجنسية التي أحس بها الطفل والصور التي نعرضها هذه هي كلها من كتابه السلوك الجنسي في الإنسان الذكر كيف يعرف كنزي أن الطفل أحس بالنشوة الجنسية؟ عرفها بأنها كل من الأعراض التالية في الأطفال نتيجة ممارسة الجنس معهم التوتر الشديد مع التشنج المجتمل على هيجاني وارتجاجي لسم كله بالحرف الأنين أو البكاء بشدة الارتجاف بشدة الانهيار شحوب اللون مع الإغماء أحيانا التألم الشديد والصراخ ومقاومة الشريك مع محاولة الهرب منه سمى من يغتصب الطفل شريكا جنسيا واعتبر أن هذه الأشياء في هذا السن هي تعبير عن النشوة الجنسية يعني لا يغركم الطفل في هذا كله سعيد ومصاب النشوة الجنسية وتكلم عن نتائج مشابهة للرضيعات والطفلات الإناث باختصار دوّن هذا القذر كلما أصاب الأطفال من أشكال الذعر والقهر والعذاب النفسي والجسدي التي عانوها لمدة 24 ساعة من الاغتصاب واعتبر ذلك نشوة جنسية واستخدم ذلك ضمن أدلته أن ممارسة الجنس مع الأطفال مفيدة لهم لك أن تتصور أن هذا الحقير وفريقه الحقير دوّنوا في كتاب علمي هذا الإجرام الذي فعل بـ 317 طفلا لعنة الله عليهم وعلى أشكالهم خلص وصلت الرسالة لا داعي لأن أعرف أكثر بل انتظر لتسمع العجب العجاب وكيف يراد لأبنائنا أن يتجرعوا سموم هذا الشخص هل كنزي وفريقه هم من قاموا بهذه الجرائم البشعة؟ ممكن أما كنزي فقال أنه حصل على هذه المعلومات من حوالي تسعة من البالغين الذين كانوا من قبل قد دوّنوا هذه النتائج بينما اعترف زميله بول جيبهارد بأنه جرى نوع من التنسيق للتجارب مع مغتصبي أطفال وقال هذا غير قانوني وكنا نعلم أنه غير قانوني لكن من الضروري للناس أن يدرسوا السلوك الجنسي لدى الأطفال وأما مدير معهد كنزي فقال إن كل هذه النتائج جاءت من شخص واحد مهووس بالجنس وإذا حدثت هذه التجارب بالفعل فأيًا كان عدد المغتصبين المتفننين في الاغتصاب وسواء كان هؤلاء المغتصبون هم كنزي وفريقه أم شخص أو أشخاص تعاونوا مع كنزي فهؤلاء كانوا يوقتون لمدة 24 ساعة كم مرة صرخ الرضيع أو حاول الطفل الهروب أو أصابه إغماء أو نوب التشنج أو انهيار وشحوب ومتى حصلت كل من هذه النوبات وسمي هذا بحثا علميا وإذا كان هذا بتنسيق مع كنزي وفريقه فمن الذي سيغري هؤلاء المغتصبين المجرمين بفعل هذه الأفعال إلا بتشجيع ومقابل مادي من كنزي فمن ناحية المصداقية هل يتصور أن يؤخذ كلام هؤلاء المجرمين على محمل الجد والثقة؟ طيب بعيدا عن كونه مجرمين هل من قام به كنزي كان بحثا علميا يمكن أن تكون نتائجه صحيحة؟ هذا السؤال لا يسأله إلا من انطمست فطرته وفقد كل المسلمات العقليا والأخلاقية وصار يعبد بعلم الزائق ومع ذلك هناك من العلماء الغربيين من كلف نفسه أن يرد على أمثال هؤلاء بأنه كيف يمكن أن يوثق بكنزي وقد تضاربت أقواله مع أقوال زملائه وكيف وبحثه الحقير هذا لا تتوفر فيه أي من شروط البحث العلمي فلا هو repeatable يعني لم تتم إعادته والحصول على نتائج شبيهة للتأكد من دقة النتائج ولا اجتمل على الحصول على إذن من العين المجرب عليها consent كما هو القانون في التجارب الكلينيكية ولا خضع لمراجعة أقران peer review ولا يمكن التحقق من صحة البيانات الأصلية والتي أبقاها كنزي وزملائه بحوزتهم ورفضوا نشرها رغم المطالبة القانونية بها خاصة لاجتمالها على أعمال إجرامية يجب ملاحقة فاعلها ومن حيث المنطق فأي حمار سيصدق أن صراخ الأطفال الضحايا وعويلهم وبكاءهم وهروبهم ورعبهم وإغماءهم وانهيارهم وشحوبهم وإصابتهم بالتشنجات أن هذا كله أشكال من النشوة الجنسية التي تعبر عن الاستمتاع لدى الأطفال وماذا كان المتوقع أن يفعل بكتب كنزي هذا وفريقه إلا أن تمزق على رؤوسهم ثم يؤخذ لينكل بهم بأشد العقوبات على هذه الجرائم في حق الإنسانية ومع ذلك فما الذي تتوقعون أنه حصل لكنزي الذي حصل صادم جدا ويبين لك الكثير عما يحصل في أمريكا أكبر أقطاب النظام الدولي بدلا من أن ينكل بكنزي وفريقه قامت مؤسسات أمريكية كبرى بدعمه أكاديميا وإعلاميا وماليا وسياسيا أما أكاديميا فقد أسس معهد باسمه كنزي انستيتيوت لا زال عاملا حتى اليوم ومدعوما بميزانيات كبيرة على صفحته الأولى على النت صورة عشيقتين وخصصت جائزة بحثية باسمه وأحالت أوراق كثيرة توصف بأنها علمية على كتابه الذي ذكرناه وترجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة وأما إعلاميا فقد تم تلميعه بسرعة فغنيت له الأغاني ونشرت عنه مجلات مثل بعدها تصاعدت المهاجمة لأبحاثه والطاعن في مصداقيته ووصلت الإعلام لكن بقيت هناك آلة إعلامية تتجاهل ذلك وتلمعه وفي عام 2004 أصدرت هوليوود فيلما يلمعه وأما ماليا فمن أبرز الذين دعموا كينزي في أبحاثه الحقيرة هذه لعشرات السنوات هم جامعة إنديانا بالأموال العمومية التي تمتلكها ثم دعمته بشدة عائلة روكيفيلر الثرية الأمريكية المعروفة وكان لها دور كبير ومستمر في دعمه ثم دعمت كينزي أيضا مجلة بلاي بوي المنحطة المعروفة بالترويج للدعارة والفجور والفحش بأشكاله مؤلف المجلة هيو هيفنر اعتبر أن كينزي هو من أشعل فيه تطرف الجنسية بأبحاثه فدفعه ذلك إلى إصدار هذه المجلة المنحطة إذن كينزي أعطى الأساس العلمي للدعارة فانتعشت هذه التجارة بأشكالها ومنها مجلة بلاي بوي والتي تحالفت مع كينزي ودعمته ماليا لمزيد من العلم الزائف ومزيد من الدعارة على حساب أموال الناس وأخلاقهم وفطرة أبنائهم ودنياهم وآخرتهم لكن ألم يلاحظ أحد هذا الإجرام واللا منطقية واللا علمية في أبحاث كينزي بلى لاحظوا واستنكروا بدءا من نفس العام الذي نشر فيه كينزي كتابه ليس فقط أبحاثه عن اغتصاب الأطفال بل في كل كتابه حتى من ناحية بحثية بحتة بعيدا عن الإجرام واللا أخلاقية فقد بيّن عدد من الباحثين أن كينزي أخذ كثيرا من معلوماته عن السلوك الجنسي من سجناء وعاهرين ذكور واعتبر كينزي هؤلاء ممثلين لباقي البشر وفي نفس العام الذي صدر فيه كتاب كينزي أصدرت لجنة تابعة لاتحاد الإحصائيين الأمريكان American Statistical Association أصدرت تقريرا يبين تفاهة كتابه وبطلان منهجيته من الناحية العلمية ثم صدرت وثائقية سيكرت هستوري كينزيز بيدوفايلز التاريخ الغامض بيدوفيليو كينزي يعني مغتصب الأطفال بتوع كينزي وألفت كتب عديدة منها كتاب كينزي الجرائم والعواقب والذي وصف جرائم كينزي ومؤسسته من بعده داخل أمريكا وخارجها بما في ذلك جرائم سرية ضد الأطفال وكذلك كتاب كينزي والجنس والاحتيال بل وفي هذه الصفحة الخطيرة التي أنشأها مجموعة من الآباء المعارضين لكنزي في إنديانا بالولايات المتحدة تجد في آخرها تقريرا خطيرا عن جرائم كينزي بتوثيق مفصل في صفحة أربعين منه مثلا معلومات تفصيلية عن تعذيب كينزي لألفين وخمس وثلاثين طفلا بمختلف أشكال التعذيب لم يرحم هذا المجرم ولا حتى النساء المريضات فانتهك حرماتهم ففي أبحاثه عن السلوك الجنسي لدى الأنثى كان كينزي يدون أثر إجراء عملية في الدماغ تسمى لبوتامي وهي فصل مقدمة الدماغ عن باقي أجزائه أثرها على السلوك الجنسي لخمس وتسعين امرأة في مصحة عقلية كما في الصفحة أربع وعشرين من البحث التفصيلي الذي ذكرناه ووصل إجرام كينزي للطفلات الإناث ففي عام الفين وعشرة تكلمت إحدى ضحاياه للإعلام كيف أن كينزي كان يدفع لأبيها ليغتصبها وهي طفلة بحجة دراسة السلوك الجنسي لدى الطفلات لكن لحظة أين الدولة عن هذا كله؟ أين القانون؟ الدولة والقانون القانون لم يؤثر على كينزي بل كينزي هو الذي أثر على القانون روكيفيلر فاونديشن التابعة لعائلة روكيفيلر الثرية والتي دعمت أبحاث كينزي جاءت مرة أخرى لتدعم تغيير القانون بناء على العلم الزائف الزبالة الذي نشره كينزي جونك ساينس فمولت تشكيل لجنة لإعادة النظر في القوانين بناء على كتابات كينزي هذه اللجنة ألغت تجريم كثير من أشكال ممارسة الفاحشة والاعتداءات الجنسية رغم معارضة كثير من الأهالي وبرر أحد أهم أعضاء اللجنة ذلك بأن المعتدي جنسيا هو حسب أبحاث كينزي ليس إنسانا متوحشا بل شخص كباقي الناس وأزريت تعديلات في النظام التعليمي وتم إعفاء عامة مدارس الولايات المتحدة من قانون الفحش في مكتبات المدارس يعني قانون منع المحتويات الفاحشة فلم يعد الفحش ممنوعا من مكتبات المدارس وأصبح العلم الزبالة جونك ساينس الذي تقيأ به هذا المجرم معذب الأطفال والنساء أصبح هو أساس النظام التعليمي الجنسي في أمريكا الأمر الذي تستغربه منظمات معارضة لهذا الإجرام في أمريكا مثل منظمة RSVP أمريكا لكن ماذا عن جرائم كينزي بحق البشرية؟ من سيحاسبه؟ الحكومة الأمريكية يبدو أنك لم تسمع بالخبر الذي انتشر عام 1995 على وسائل الإعلام الأمريكية عن أن كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك يعتذر عن تجارب إشعاعية يعني التي أجريت على بشر ويقول أن الرئاسة ستدرس تعويض بعض الضحايا وعوائلهم بعد ظهور أمر اكتشافي حوالي أربعة آلاف دراسة سرية على البشر بدءا من 1974 وعاد كلينتون فاعتذر عام 1997 عن تجربة أجريت على السود هذه التجارب معروفة باسم برنامج التجارب غير القانونية على البشر والتابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكان من أهم أهدافها تطوير العقاقير والإجراءات التي تستخدم في عمليات الاستجواب والتعذيب وعادة ما يتم الاعتدار وتستمر الجرائم بشكل أو بآخر فمن سيحاسب من مات كينزي عام 1956 بعد أن ترك وراءه مؤسسة كينزي لتستمر في نهجه وبعد أن بذر بذور الشر في العالم مع أن دراسات كينزي كانت إجرامية لا دينية لا أخلاقية وليست دراسات أصلا بل جنك ساينس علم زبالة بلاية منهجية علمية إلا أن هناك منظومة كاملة كانت تنتظرها لتحدث تغييرا في كل شيء في الولايات المتحدة في النظام القضائي في التعليم في القطاع الصحي في الدعاية في الإعلام في كل مناحي الحياة لذلك يسمى كينزي أبو الثورة الجنسية يعني حالة الانفلات الأخلاقية التي بدأت في الغرب قبل حوالي ستين سنة وامتدت لمعظم العالم مئات الملايين من البشر هم ضحايا السعار الجنسي الذي أحدثه هذا المجرم ومن روج له بما في ذلك تأثر بعض أبناء المسلمين وبناتهم بالانحلال الغربي للأسف نفس المهزلة التي رأيناها مع خرافة داروين أن المخلوقات كلها جاءت بمجموع الصدف ضمن ما يعرف بنظرية تطور ونفس السيناريو تكررت وكما تم توظيف خرافة داروين من قبل منظومة منتفعة لأسباب وضحناها في حلقة من يدعم بقاء نظرية تطور تم ولا يزال يتم توظيف تخاريف كينزي لأبعد مدى أضل داروين الناس في مسألة الخلق وأضل كينزي الناس في مسألة الأخلاق ومهد ضلال داروين لضلال كينزي فبما أن الإنسان جاء بمجموعة صدف عمياء حسب داروين فلم يعد هناك أي أساس للأخلاق كما بينا في حلقة ندعوك للغداء من رحلة اليقين والتي رأينا فيها تصريحات الداروينيين أنه لا يوجد أساس علمي لتجريم زن المحارم ولا حتى لأكل لحوم البشر وانتقل ضلال كينزي إلى المجتمعات البشرية وأثرت تأثيرا عالميا ولذلك فلا عجب من عنوان البحث الذي تكلمنا عنه مكي ألترا يعني مشروع تجارب وكالة الاستخبارات وكينزي وروكيفيلر أدوات النظام العالمي الجديد عندما أصدرت هوليوود فيلما كما ذكرنا لتلميع هذا المجرم وأجندته كان لهذا الفيلم دور في تقبل ما يسمونه المثلية وتعرض الفيلم لانتقادات مثل هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان ألفريد كينزي محرر أم منحرف وهذا المقال في مجلة The Interim الكندية المعروفة بعنوان هوليوود تخلد عملية احتيال وبدأ كاتب المقال بقوله من بين أحدث عروض أفلام هوليوود كينزي سيرة ذاتية تمجيدية لعالم الجنس ألفريد كينزي هذا الفيلم هو محاولة أخرى لتبيض المسار الوظيفي لعالم الأبحاث هذا والذي كان في الحقيقة منحرفا جنسيا يزور البيانات البحثية ليروج لأجندة منحرفة وتجد على الفيلم تعليقات مثل لماذا يعملون فيلما يمجد شخصا عذب الأطفال هذا شيء مقرف لكن أين المجتمع الدولي عن هذا الإجرام؟ أين الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة الذي تابع معنا الحلقة الماضية يعلم ما هي الأمم المتحدة هذه المنظمة التي تحالفت بأفرعها مع منظمة للترويج لكل أشكال الانحلال الأخلاقي في أطفال العالم تحت مسمى التعليم الجنسي الشامل هل تذكرون في مقدمة الحلقة عندما تكلمت عن حدث مهم قبل سنوات يمكن أفكار كينزي من الوصول إلى أبنائنا في المدارس؟ كان هذا الحدث في عام 2014 عندما منحت الأمم المتحدة مؤسسة كينزي مرتبة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهو مجلس معني بالسلم المجتمعي بما يشمله من مفاهيم حقوقية وتفاخر مؤسسة كينزي بذلك على قناتها على يوتيوب وأعربت مندوبة مؤسسة كينزي عن سعادتها وهي تدخل الأمم المتحدة كمشاركة في رسم السياسات وبذلك يساهم هذا المركز المدعوم من مجلة الدعارة بلاي بوي يساهم في سياسات لمجتمعات العالم منها حقوق الأطفال وما يجب تدريسه لهم وكان الأمم المتحدة تكافئ كينزي ومؤسسته على إسهامهم الكبير في نشر التحرش والاغتصاب وكافة أشكال الاعتداء على الحرمات وتجارة الدعارة والإباحية وما يقترن بهذا كله من مخدرات وجرائم اعترض كثير من الواعين بخطر كينزي ومؤسسته على ما فعلته الأمم المتحدة منهم الدكتورة جوديث ريزمان والتي قدمت للأمم المتحدة تقريرا بعنوان لا تلمس الأطفال تبين فيه الإدانات التي تثبت إجرام كينزي ومؤسسته وافتقار دراساته المزعومة حتى لأدنى أسس البحث العلمي وتوصي بعدم اعتماد هذه المؤسسة الإجرامية لدى الأمم المتحدة وسنضع لكم رابط تقريرها في التعليقات لكن الأمم المتحدة لم تستجب اعترضت منظمة المعنية بحماية الأسرة وكذلك مبادرة والتي تخاطب آباء وحكومات العالم أننا اكتوينا بنار كينزي ودمر مجتمعنا الأمريكي فاحذروا من أن يفعلوا نفس الشيء بكم وطالبت بإدانة هذه المؤسسة لا أن تعترف بها الأمم المتحدة وتعتمدها لتغييرات مجتمعية من أيضا تعتمدهم الأمم المتحدة لرسم مناهج أطفال العالم بناء على أعمال كينزي سيكاس مؤسسة التعليم الجنسي للتغيير المجتمعي والتي اعتمدتها الأمم المتحدة حتى قبل مركز كينزي سيكاس هذه أسستها الموظفة السابقة في البلان بيرنتهود الدكتورة ماري كالديرون بتمويل من مجلة بلاي بوي للدعارة بالتعاون مع واردي بوميروي شريك كينزي في كتابة مؤلفاته ولتعرف من باميروي هذا شريك كينزي هذا الرجل في عام 1980 مجلة التايم نشرت مقالا بعنوان الهجوم على آخر المحرمات مشيرة إلى دعم بوميروي للجنس داخل أفراد الأسرة يعني زن المحارم كبارا وصغارا تعاون مع هؤلاء كل من اليونسكو واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتأليف كتاب الإرشادات الدولية للتعليم الجنسي منطلقا من أعمال كينزي الإجرامية واللاأخلاقية لذلك عندما ترى في قانون الطفل توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية لما يتوافق مع سنه وإدراكه وتعلم أن هذا البند موضوع التزاما بمعاهدة الأمم المتحدة فتذكر من هؤلاء الذين يريدون تعليم ابنك صحته الجنسية في كافة المراحل هل تتصورون أن هذه المؤسسة كينزي إنسيتيوت التي قامت بجرائم بحق الأطفال والنساء تريد هي وحلفاؤها من الأمم المتحدة والبلاينت بيرنتهود وسيكاس أن يعلمون حقوق الطفل أي اعتداء هذا وازدراء بالمسلمين قد تقول لكن كيف تقول أن المنظمات الدولية تتبنى فلسفة كينزي وهي لازالت تجرم يعني التعامل الجنسي مع الأطفال تجرمه كل هذه الأشكال التي يروج لها التعليم الجنسي الشامل من الدعوة الفحش مع الذكور والإناث والصغار والكبار والمحارم والغرب بكل الوسائل بلا أي حد ولا ضابط كل هذا لا يعارض دعواهم تجريم البيدوفيليا المسألة مسألة وقت فقط للإعلان الوقح والصريح عن إلغاء هذا التجريم وإلا فهو ملغي عمليا بل وقد تجاوز ذلك بمراحل وغني عن الذكر أن البلانت بيرنت هود التي تروج لكل أشكال الفواحش بدءا من الطفولة تحت ستار التعليم الجنسي الشامل والتي لها فروع في أكثر الدول العربية أنها تعتمد على أعمال كينزي وتستشد بأبحاثه لذلك عندما تقرأ في منشورات البلانت بيرنت هود على التعليم الجنسي الشامل أنه مستند إلى الدليل العلمي فعلم أنهم يتكلمون عن العلم الزبالة تبع كينزي وأمثاله وتذكر أنهم هم أنفسهم الذين يدعون أن تعليمهم الجنسي يحد من انتشار الأمراض الجنسية مع أنهم ينشرونها في الواقع كما رأينا في الحلقة الماضية وأن تعليمهم هذا مناسب لمختلف الثقافات ويتعمدون وضع صور محجبات في منشوراتهم فكذب في كذب في كذب هذه قصة ألفريد كينزي رأينا فيها كيف أن هناك من كان له مصلحة في هدم الأخلاق فكان لابد من استخدام العلم الزائف لهذه الغايات لكن ماذا يستفيدون ما علاقة هدم الأخلاق بالسيطرة على الشعوب ما علاقتها بتنمية أموال الرأسماليين كيف تدمر زمرة من المنتفعين دنيا الناس وآخرتهم لزيادة أرصدتها ويخدعون الناس في ذلك كله بعنوين الحقوق من وراء دعم الشذوذ والتحول الجنسي ماذا يستفيدون هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة والأهم فاحرصوا على متابعتها بعد هذه الحلقة القادمة سنعود لنجيب عن الأسئلة العشرين التي أثرناها في حلقة اسمح لي أسرق أولادك لاستكمال موضوع قانون الطفل في الأردن والمتوقع مثله في بلدان المسلمين أما رحلتنا في مواجهة الحرب على الفطرة فستمتد بعد ذلك بإذن الله لأهمية الموضوع طيب ما المطلوب منا اكتب ما استفدته من هذه الحلقة في منشورات وتغريدات عديدة على وسم أو هاشتاج قانون الطفل مسموم حدث من حولك في ثلاث مجالس على الأقل عن مهزلة كينزي ليعلموا حاجة البشرية إلى دين الله تعالى ولنترفع عن الذنوب والكسل وندرك حجم المهمة الملقاة على أكتافنا انشر هذا الفيديو في عشر مجموعات على الأقل أضف اسم داعية أو مؤثر ليشارك معنا في الهاشتاج بسط المفاهيم التي ذكرناها لعامة الناس من حولك وتذكر والسلام عليكم ورحمة الله